دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصدي في الأمور والاعتدال أهلاً وسهلاً بحضراتكم وفي حلقة جديدة مع برنامجكم هذا ديننا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي يا رب صلي على الحبيب محمدي ما تصل عليه عليه الصلاة والسلام واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد عرفتك منعما متفضلا لذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد أيها المشاهدون الكرام النهاردة بمشيئة الله عايزين نخلي كلامنا كده بسيط كده إن شاء الله عشان أمهاتنا وأبهاتنا وأخواتنا في المنازل اللي هم تعلمهم على قديهم شوية زي حالتنا كده يفهموا إن شاء الله ومش هنتكلم باللغة العربية أو يعني عشان خاطر برضو كله يفهم بمشيئة الله إن شاء الله النهاردة بمشيئة الله في رحاب رسول الله أنا أصدت أن أول حلقة من سلسلة حلقتنا إن شاء الله نتكلم فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تكريم النبي وعن قدوتنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إزاي ربنا سبحانه وتعالى كرموا ورفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى بمشيئة الله إن شاء الله للتواصل معنا في هذا البرنامج الأركام إن شاء الله موجودة على الشاشة بمشيئة الله في انتظار تلفنات حضراتكم وأسئلتكم بمشيئة الله إحنا يا جماعة عايزين نقرأ آية صغيرة كده نقف بها بقلوبنا عايزين نستشعر الآية الجميلة دي اسمعها بس اسمعها بقلبك مش بودنك لأن القرآن يا جماعة محتاج مننا إن احنا نقف كده مع وقفات ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون ما قالش أفلا يقرؤون القرآن لأن التدبر والفهم الصحيح لأمور الدين أهم مليون في المية من قراءة القرآن من غير تدبر ولا فهم معاني فأهم حاجة تدبر اقرأ معايا الآية دي بقلبك بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نقف الوقفة دي اسمع بما شئت الله إن شاء الله يا جماعة نروح فاصل إن شاء الله ونواصل وبعدين صالح النبي عليه الصلاة والسلام في الفاصل فيه الطاوصتي في الأمور ولا عتدال فيه الطاوصتي في الأمور ولا عتدال ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وفي برنامجكم هذا ديننا كنا بنكلم قبل الفاصل يا جماعة على آية قرآنية جميلة جدا ياريتك لا نقف عليها آية في غاية الروعة بتبين لنا وربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا عظمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قولوا يا جماعة عليه الصلاة والسلام لقد منى الله على المؤمنين شوف ربنا عز وجل قال إي يا جماعة ما قالش لقد بعث الله للمؤمنين رسولا لا لا أبدا ده جابها بطريق النعمة والمنة المنة يا جماعة اللي هي العطية والوهبة من ربنا عز وجل للإنسان دون أن يطلب يبقى لقد منى الله يعني ربنا عز وجل منى علينا إنه هو جاب لنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعث لنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخلي بالكم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جي إيه جيه بدعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سفتوا بقى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيه ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم من هو يا رسول الله هو ده النبع عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز والحكيم عشان كده النبع عليه الصلاة والسلام يا جماعي يقول لنا إيه في الحديث الصحيح أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إيه إبراهيم لإن سيدنا إبراهيم أصلا هو اللي دعالنا ربنا عز وجل إنه هو يبعث فينا النبع عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى سيدنا عيسى عليه السلام اللي كان يلقب بالحبيب والمحب كان يلقب سيدنا عيسى بالمحب ليه لأن ما زعلش أي حد خالص سيدنا عيسى عليه السلام وبشرى أخي عيسى ورؤية أمي في المنام اللي هي مين السيدة آمنة الطاهرة البتول أمي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السيدة آمنة بنت وهب رأيت وشافت في المنام وهي حامل بسد النبي عليه الصلاة والسلام رأت نورا أضاء لها قصور الشام عارفين يعني ايه يا جماعة نور مين النور ده نور النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يبقى الآية الكريمة الجميلة قوي اللي احنا وقفنا عليها دي بتعرفك ازاي ان ربنا عز وجل منى علينا بعد نعمة الاسلام هي اعظم نعمة عند ربنا سبحانه وتعالى اعرف ازاي وحس ازاي بجد بقلبي ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اعظم نعمة هتعرفها ليه لانه هو معلم البشرية وكاشف الغمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو كاشف الغمة ربنا عز وجل بعته ليه عشان خطر يكشف عنا الغمة والهم صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعة طول ما احنا بنذكر النبي عليه الصلاة والسلام وطول ما احنا شغالين الصلاة عن النبي تلاقي ربنا عز وجل ميسر لك كل الامور وفتح لك كل الأبواب ويعطيك من حيث لا تحتسب ليه؟ لأن البركة للصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى أيوة أيوة حضرتك تفضل ومعنا اتصال أستاذ رجب من محافظة الجيزة تفضل يا أستاذ رجب كما عليكم أستاذ كما أولاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ رجب والله إني أحبك في الله والله أنا بقى تفرج على أستاذ اليوتيوب على حلاتك والله أحبك الله أحبك الله أنا عندي سؤالين مع حضرتك كده ممكن لأقولهم اتفضل يا أستاذنا مع حضرتك اتفضل يعني بعد الحساب مثلا لما نجي نقعد أرض المحشرة أيوة وهل النبي يعيش معلنا هنخش الجنة ولا هنخش مثلا ندخل مكان تاني الله الله سؤال جميل جدا والله إحنا كلنا في حاجة معلش يعيزنا حضرتك سؤال تاني بس عابل مأسر نعم سؤال تاني بس عايزنا حضرتك عابل مأسر في سؤال تاني ماشي تفضل فضل مع حضرتك على الهوى حياتك معانا على الهوى تفضل القرآن في ذلك المزمن فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل لدينا شيبة نعم مالها الآية تفسير يعني الآية تفسير الآيات آه طب حاضر ماشي إن شاء الله في سؤال تاني آه آه أو إزاي مثلا أشوف النبي في المنام يعني أنا مثلا بتوضي مثلا واصل لي باشاوك إزاي شوف النبي في المنام الله 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 لا بجد بجد والله الثلاث أسئلة يا جماعة كل سؤال أهم من التاني بجد أنا بشكرك جدا يا أستاذ راجب هو حياتك من محافظة الجيزة صحي كده؟ آه أنا بشكرك جدا جدا الحلقات بتاعتك في العناتون كده مثلا أنا بفرج على اليوتيوب وعناتون معي أيوة أنا صحي منازل حلقاتي على اليوتيوب علقنا بتاعتي صحي صح طبعا ده شرف منه أن أحدك بتتفرج علي القنوات بتاعتنا وعلى الفيديوات بتاعتنا إن شاء الله عند持تك سؤال تاني إن شاء الله يستنظر بمشوية الله الاجابة إن شاء الله بعدما نقف بمشوية الله إن شاء الله على السلام أستاذ راجب يجمع أستاذ راجب يجمع بيسأل أسئلة جميلة قوي والله العظيم كل سؤال أهم من التاني أول سؤال كان بيكلم على مشاهد يوم القيامة وإن لا يحصل يوم القيامة وهل اليوم ده زي ما ربنا قال بخمسين ألف سنة أيوة طب وهل إحنا بعد ما نتحاسب نخش الجنة على طول كده ولا نقف نخش مكان تاني ولا نروح فين الأسئلة دي كلها يا جماعة إحنا في حاجة إلى أهم الأسئلة دي كلها الإجابة بتاعت الأسئلة دي كلها مهمة أوي بص يا أستاذ رجب وأنا بجد بشكرك جدا على الأسئلة المهمة جدا لحدك سألتها في البرنامج دي أول سؤال نعم هو ربنا سبحانه وتعالى هيبعث الناس كلها يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بس هل بجد خمسين ألف سنة بأعدادنا دي أيوة بس خلي بالكم خمسين ألف سنة دي ممكن ربنا عز وجل يعدي عليك يا كلامح البصر ما تحسش بتعب ولا تحس بنصب وتسمع ربنا سبحانه وتعالى هو بيندع عليك أين عباد المتحابين فيه اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي اللهم ظلنا بظلك يا رب العالمين كله آمين فأستاذ رجب بيسأل بيقول أنا دلوقتي بعد ما ربنا عز وجل يحسبنا وإن شاء الله إن شاء الله هاخب كتابي بيميني هروح فين هقولك قبل ما تخش الجنة سيدك النبي عليه الصلاة والسلام هيخذك من إيدك كده ويودك عند نهر الكوصر عارفين نهر الكوصر يا جماعة نهر الكوصر اللي ربنا عز وجل الدهدية أعظم هدية من ربنا عز وجل السيدك النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ كده سلط الكوصر إن أعطيناك الكوصر إيه هو الكوصر هو النهر والخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لحبيبيه محمد صلى الله عليه وسلم شوف العطاء والخير لربنا عز وجل السيد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام هيخذك هيشيل منك حظه الشيطان من قلبك لأن كل واحد فينا في حظه للشيطان في ألبهم هيشيله وبعد كده بقى تشرب بقى من نهر الكوصر الله 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 وما أدرك ما الكوصر هو أصفى بياضا من اللبن زي ما ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام شرحهن في الحديث وإيه وأحسن وأطعم من العسل إيه بقى اللي هيحصل بقى النبي عليه الصلاة والسلام هيخذك ماشي ويشربك من إيده اللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة لا نزمأ بعدها أبدا يا رب العالمين قلوا آمين فطبعا بس الناس مراتب يا جماعة خلي بالكم يعني في ناس هيسقيهم سيدنا أبو بكر الصديق انت متخيل سيدنا أبو بكر الصديق يجي لحد عندك كده ويدي لك ايه يدي لك كأس فيه ماء الكوصر في نهر الكوصر قولك خد اسرب سوف العظمة الله الله يا رب ارزقنا يا رب وإيه وإن من الناس في ناس برضو هيسقيهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ناس هيسقيهم سيدنا عثمان زي النورين وفي ناس هيسقيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه هو وخلي بالك وفي ناس أعظم من كده اللي هم أهل القرآن وأهل الدرجات العليا من اللي هيسقيهم ربنا سبحانه وتعالى بنفسه انت متخيل؟ متخيل؟ أيوة واستاذ ضاحي واستاذ ضاحي من محافظة صهاج ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا مع حضرتك على الهوى تفضل ايوة عاوزين نسمع آية كران اللي يقول ان شاء الله حلوة الايه؟ آية القرآن آية في القرآن ان شاء الله جايبت مصر ولادت مشايخ الله جايبت مشايخ مصر كويس ماشي أيوة يعني مصر ان شاء الله جايبت مشايخ مين ده با معلش شام بس ما خدتش بالي قوم السؤال مصر جايبت مشايخ أيوة مصر ماشي جايبت مشايخ يعني مصر يعني هم هي المشايخ المشايخ الأظهر تاني تاني كده معلش الكنترول يقول السؤال بعد إذنكم يعني الشيخ آه ناس جلب لك الشيوخ الله ما طلع على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله الله عليك الله جزاك الله وكل خير نساء الله ماشي أنا اسميت حضرتك لإن مصر أم الدنيا يا أستاذ ظاحي مصر دي هي بلد الأنبياء كلها مصر دي هي بلد الأنبياء كلها بلد سيدنا إبراهيم عليه السلام جيل مصر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عد عليها في حيث الإسراء ومعراجه ودعلنا خلي بالك يعني مصر دي لازم أن تكون أم الشيوخ وأم الدنيا كلها لأن مصر دي زي ما أنت عارف أعظم كفاية أن هي الوحيدة ربنا عز وجل ذكرها في القرآن صراحة ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين وهي بفضل الله عز وجل رغم مكر الماكرين وحقت الحاقدين ستظل قائمة شامخة بإذن الله في دول عالم بأسرين تفضل يا أستاذ مع حضرتك أستاذ ظاحي معنا على الهواء أو خلاص شكرا 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 أستاذ حضرتك أستاذ ظاحي شكرا جزيلا ورسالة حضرتك وصلت طبعا لنا وأنا بقول لحضرتك أن مصر ستظل بمشيئة الله هي المنبع وهي أم العلوم كلها بمشيئة الله في العالم بأسر بمشيئة الله أستاذ ركب برضو السؤال الثاني بتاعه كان بيسأل برضو معنى إيه الآية فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان نشيبا الآية دي يا جماعة بتتكلم عن أهوال يوم الإيامة ربنا عز وجل بيقول لك خلي بالك في يوم إيامة وهتتحاسب يعني اللي ظالم أخوه واللي وكل حق أخته في المراس واللي بيأز جاره واللي بيعمل زنوبه معاصي خلي بالك أنت هتواف قدام ربنا ربنا عايز يقول لك كده خاف وخلي بالك لو أنت خفت لازم أن تحب اللي إن الخائف من ربنا عز وجل ماشي الأعلى درجة من الخوف وهي المحبة لله عز وجل أنا بصلي وأنا بعبد ربنا وأنا وأنا بصوم وبعمل زكاة وبطلع صداقات اللي إيه أن أنا بحب ربنا عز وجل خلاص يبقى فكيف تتكون إن كفرتم يوما يعني ربنا بقول لك خلي بالك أنت هتوقف في يوم يجعلوا الولدان نشيبا الأطفال الصغيرين هيبقى شعرهم أبيض من كتر الخوف فخلي بالك وعمل ليوم الإيامة لأنك مسؤول وموقوف أمام الله وربنا عز وجل هيحسبك على كل صغيرة وكبيرة خلي بالك السؤال الثالث بتاع حضرتك آه إزاي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام سؤال جميل أول يا جماعة إزاي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام هل في وصفة إن أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما سبلناش أي حاجة خالص غير ما أتكلم عليها ما سبلناش أي حاجة خالص اتكلم عليها الصغيرة والكبيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه قال لنا لو أنت عايز تشوفني في المنام ده معنى الحديث أو العلماء استنبطوا من الحيشة محدش يقوله ده مش حديث ده مش حديث بس العلماء علمائنا ومشيخنا في الأظهر علمونا كده لو أنت عايز تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم يكون لك ورد معين من الصلاة عن النبي زي ما ليك مثلا ورد كده على السبحة مثلا مئة مرة مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله خلي ليك بعد كل فرض من الصلاة 200 صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد على السبحة مش مشكلة على ايدك على اي حاجة اهم حاجة تخلي ليك ورد يومي بالصلاة عن النبي وان شاء الله ان شاء الله اقل من اربعين يوم بما شئت الله لو انت عندك يقين هتشوف النبع عليه الصلاة والسلام في المنام لأيه أستاذ مين ومعانا اتصال أستاذ نادر من محافظة ألمينيا اتفضل يا فاندي مع الهوى مع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نادر اتفضل حضرتك الله يديك الصحة اصرفنا والله ونورتنا على الهوى حبيبي الله يخليك الله يخليك يا أستاذ نادر أنا بشكر حضرتك وبشكر أسرة البرنامج وكل القائمين على هذا العمل والله الله يخليك وألفي شكر والسكر برضو موصول لحضرتك برضو وإحنا بنشكرك جدا 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 على اتصال حضرتك برضو عند حدك أي سؤال ديني عندي سؤال بعد إذن حضرتك اتفضل اتفضل مع حضرتك يا أستاذ نتفضل النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع للمسلمين إن شاء الله كلهم يوم الجيام إنه طبعا إن شاء الله إنه هو عايز إن شاء الله كل من أوال المسلمين اللي هاشفعنوا من نبي صلى الله عليه وسلم آآ في حاجات ممكن أعملها أو في صلوات أو في مثلا ذكر أو أكثر بالصبع عن نبي طبعا في حياتي بتاعيذ نفسدها لا فيه طبعا فيه حاجات طبعا إن شاء الله والإنسان ماشى عليها والتزم بيها إن شاء الله يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إن شاء الله وبرضو مش كده وبس وهيبقى من أوائل المشفعين ماشي من سيد النبي عليه الصلاة والسلام لإن شاء الله أصلا إحنا يعني العنوان بتاع الحلقة النهاردة أو السؤال أعمل إيه عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتشفع لي أعمل إيه هو ده السؤال النهاردة يا جماعة وأستاذ نادر برضو سبقنا بالسؤال وهو وإحنا حاطينه إن شاء الله بمسؤولة الله بص يا جماعة أستاذ نادر بيسأل سؤال مهم أول بيقول أعمل إيه عشان أكون من أوائل المشفعين ماشي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة ماشي تكون حنين وطيب وتكون من أخلاقك طيبة جدا وقلبك نضيف النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما جيه امدح سيدنا أبو بكر الصديق أو أحد التابعين لما جيه يقول إيه يقول ما سبقكم أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق وما أدرك ما أبو بكر في أعلى درجات الجنة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده والعلماء ما سبقكم أبو بكر بكسرة صلاة ولا بكسرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما سبقش الصحابة بكتر الصيام وصلاة بس لا لأن الأسف الشريح عندنا يا جماعة يعني بعض الناس بيفهموا الدين غلط فاهمين الدين ده صلى وصمه بس لا الدين ده زي ما صلى وصم قبل الصلى والصيام والعبادات هي الأخلاق لأن الأخلاق دي هي أساس الإسلام الإسلام كله والشرائق الإسلامية كلها يا جماعة جات بالأخلاق الأخلاق الحميدة إزاي يكون الإنسان يعامل الناس أحسن معاملة مع المسلمين ومع غير المسلمين فلو أنت عايز تكون أول مشفقين من النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس وخالق الناس بخلق حسن تب إيه الدليل؟ سيدك النبي عليه الصلاة والسلام هو لقال كده إن أولى الناس بي يوم القيامة أكسرهم علي صلاة وفي الحديث الثاني أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة عايز تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وعايز أول مشفقين لي خلي أخلاقك حسنة مع المسلمين ومع غير المسلمين عايز النبع عليه الصلاة والسلام يتشفع لك زي ما قلت في سؤال أستاذ رجب أكثر من الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وخلي بالك والسؤال اللي حدك سألته ده هو نفس السؤال بتاع أحد الصحابة فيه صحابة من الصحابة يا جماعة بعد ما تصلى على النبع عليه الصلاة والسلام بيسأل طب ناخد اتصال ونكمل معنا مين مين ألو أستاذ علاء أستاذ علاء حيتك على هو معنا تفضل يا فندي أعلم يا شيخ نزيح حضرتك الله يديك الصحة وصد علاء اتفضل الله يلاقى الله بك الإسلام والمسلمين يا شيخ نا يا رب يا رب يا رب ربنا يديك الصحة يا رب كنت حابب بسأل حالك عن ثلاثة سئلة كده مختلفين عن بعض اتفضل مع حضرتك تحت أمرك تفضل انت عارف طبعا ظروف الكورونا واللي احنا بنمر بيها دلوقتي نعم وكان عزمين على الحجل إن شاء الله ولكن حصلت طبعا الظروف دي وحالت بيننا وبين الزياب لأداء الفريضة نعم فحكم الحج السنة دي هل الله إن هي ناجلها للسنة الجاية ولا كده نعمل ايه سؤال جميل جدا طب السؤال التاني وطبعا موضوع النذر النذر طب أنا عاقد العزم على أنذر شيء حالة شفاق مريض دي كويس وللأسف لم أتمكن من رفاق بالنذر اللي ديك ذات اليد أو الظروف ماش إيه اللي عامله في الحالة دي ماشي السؤال التالت السؤال التالت أولا حضرتك ممكن برضو نجاوب إن شاء الله على السؤالين لحد معهدك إن شاء الله تتتصل معنا لتنشرية الله وتقولنا السؤال التالت أستاذ علاء بيسأل سؤال جميل قوي بيقول حج السنة دي أو الحج السنة دي إن شاء الله يعني مش متوفر قوي فحنعمل ايه يا جماعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واللي إحنا فيه نشكر ربنا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا الحمد لله رب العالمين من أول الدول إن الحمد لله رب العالمين إن الكورونا ما أثرتش فينا برضو لغاية كبيرة يعني الحمد لله رب العالمين وبرضو يعني الحج برضو يا جماعة مش بالأجساد الحج بالقلوب يعني أنت ممكن تحج وإنت في بيتك إزاي السيدة عائشة لت نفس السؤال ده بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بيسألوها يا أم المؤمنين أنت ليه ما بتروحيش تحج كتير مع أن أنت جنب الكعبة وجنب مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بتروحيش ليه تحج كتير قالت لهم إيه المقولة الجميلة إن من الناس من يذهبون إلى البيت الحرام ليحجون ويطوفون بالبيت وإن من الناس من يأتي البيت إليهم ليطوف البيت بهم يا الله عليك يا أم المؤمنين عارف يعني إيه المقولة الجميلة بتقول سيدة عائشة رضي الله عنها بتقولك يعني أنت ممكن تحج بقلبك لأن الحج يا جماعة مش طواف ونسك وسعي بين الصفة والمروة بس لا الحج هو حج بالقلب قبل الإيه قبل الجسد طبعي إن شاء الله أم عمر معانا نساء الله على الهوت فضلي يا فنديم متشكرة حضرتك أم عمر من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محافظة الجيزة زي حضرتك يا شيخ الله يخليك يا الله يديك الصحة يا رب الله يديك الصحة بارك الله فيكم والله يعني وفيكم وبرك الله فيكم ونفع بكم الأمة يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا يخليك يا رب لو تمحتي يا شيخ كان عندي بعض أسئلة كده بتعايز أقل حضرتك اتفضل مع حضرتك أول سؤال يعني بتعايز أعرف معنا آيات مثل مثلاً سورة النزعات والنشطات والسرحات والمرسلات ايه معنى الآيات دي حضرتك كويس السؤال الثاني مثلاً لو أنا علي أيام من رمضان اللي فات نعم عادي مثلا لو أنا صمتها متقطعة ولا لازم أن متواصلة ممكن مثلا صومها تين وخميس أيوة فاهم فاهم كده صح صح وممكن أعرف بردك عايز أعرف أعمل إيه علشان برده الواحد يعرف أن ربنا راضي عليه يعني إحنا بنصلي الحمد لله وبنصوم وبنزكي وبنعمل كل حاجة ربنا يتقبل إن شاء الله وجعله في موازن حسناتك إن شاء الله نعرف أن ربنا راضي علينا يعني مثلا لو فيه طعاق ممكن نزودها نعم كده يعني حضرتك أيوة إزاي أعرف أن ربنا راضي عني مثلا دي سأقول حضرتك أيوة أيوة يعني نعمل إيه بردك أعرف إزاي مثلا ربنا بيحبيني برده في منطوق أحسن صح كده أيوة وعنسي والله يعني رجاء لحضرتك أه تفضل إنك حضرتك تتكلم عن فيه بعض أزواج برده ممكن يهي مراته ممكن يترب مراته قدام الأولاد يعني فطبعا ده في قصة عن نفسية الولاد صح صح حضرتك يعني لو تخصف بس فقرة صغيرة تتكلم فيها عن الموضوع ده إن شاء الله إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله نعمل حلقة خاصة إن شاء الله في معاملك الزوج لزوجته بماشرية الله تحت عمرك يا فندم وجزاك الله خيرا وشكرا لك والفريق الإعداد والناس اللي بترد علينا جزاكهم الله خيرا وهم كلهم إن شاء الله بوصلوا لحيدك الشكر إن شاء الله أستاذة إن شاء الله إسمعي اللي جابها إن شاء الله أستاذة أم أمر أو مدام أم أمر تسأل أسئلة جميل أول بتقول يعني إن نازعات والناشطات والسابحات والسابقات طب ناخد ناخد اتصال إن شاء الله ونجاوب عليك يا حاجة أستاذ أم أمر أستاذ أيمن مع حضرتك على الهوى تفضل أستاذ أيمن ألو ألو مع حضرتك تفضل أشريك بقول لحضرتك سؤالي هو أنا ليه زميلي في الشغل المسيحي زميلي حياتك مسيحي زميلي في الشغل المسيحي كويس أنا بزوره في بيته لطول ناس بقى في فرح في عزة طبعا دواجي أنا مبرداش لا أكل ولا أشرب عنده نهائي طب ليه كده يا أستاذ أيمن ليه كده طب اسم أعطاب الإجابة على الهوى عند حياتك سؤال تاني طب مين ماشي بص أستاذ أيمن السؤال حياتك مهم أول أنا أجاوب عليه قبل أستاذ أم أمر نستأزنه لأنه سؤال حياتك يعني مهم جدا يعني أستاذ أيمن بيقول إنه ليه زميلي المسيحي في أحد يعني في شغله أو كده بيروح له عاده بيجي بس ما بيحبش يأكله أو ما بيحبش بسنا يروح يدخله أو كده بص يا أستاذ أيمن ربنا سبحانه وتعالى أما جي خلقنا كرمنا كلنا كرم المسيحي والمسلم وكرم اليهودي وكرم الكاف وكرم كل الناس ولا قد كرمنا إيه بني آدم ولا قد كرمنا إيه بني آدم كلهم بني آدم دول جميع البشر كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان ليه جار كافر مش مسيحي المسيحي ده يا جماعة كلنا إخوات يعني المسيحي ده اللي انت تقول عليه مش عايز تاكل أو تشرب عنده هو برضو ممكن يكون فهم خاطئ مثلا يعني من الجماعات المتطرفة برضو بتحب تدخل للناس مفهوم خاطئ عن الإسلام لا الإسلام بيؤمرك أن انت تعامل غير المسلمين أحسن معاملة أخوك المسيحي ده لو ما كانش أخوك في النسب أو أخوك في الأخوة في الإسلام أو كده فهو أخوك في الوطن لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جيت كلم على الأنبياء كلهم بلا استثناء لما جيت كلم على سيدنا صالح مش قومه كان الكافرين ما كانوش بيقومونه ما كانوش بيعبودوا ربنا ومع ذلك قال إيه وإلى سمود أخاهم صالحة ولما جيت كلم على سيدنا هود وقومه برضو كافرين برضو قال برضو نفس الكلام ليه عايز يعرفنا يا جماعة أن الإسلام بتاعنا إسلام وسطي طب ناخد اتصال معنا ونكمل إن شاء الله مع حديثك يا أستاذ أم محمد معنا على الهوى تفضلي أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فاندي مع حضرتك لا حضرتك الله يديك الصحة سمحت هاخد من وقتك خوية يعني تفضلي تحت أمرك أنا كنت يعني من فترة كده من سنين طويلة يعني بدأت أحسر بتعب في جسمي أنا وغزي بيننا شجارات على صور وخنقات على متغير السبب كده ودايما يقول لي انتصال ليه يا محمد نعم ليه من إمتى الكلام ده الكلام ده بقى له سبع سنين كويس ماشي ضرب وخنقات بطريقة وحشة يعني طب ما قدبتش مسلا يعني ما قدبتش مسلا يكون ما بينكو حوار مسلا هادئ نتفاهم مع بعض مسلا تحاول نحل برضو ودي في أولاد أهم حاجة الأول في أولاد ما بينكو احنا بكون كويسين مع بعض وبنحب بعض جدا كويس مو أهم حاجة طبعا وبنضحك ونحذر مفيش حاجة مرة كده قامت على أي سبق كويس ماشي وبعدين بدأ ان هو يقرح الاكل في البيت كان بيحب اكل جدا بدأ ان هو يقره ياكل الليش وغبنا مرتاح لكن يجي مثلا في ياكل أي أكل كويسة في البيت لأتلاقي الخناءة أم وقت الأكل ويتمكد علينا موفيش أكل بقى ولا حاجة معلش يا محمد ممكن أن أسأل حياتك سؤال نعم ممكن أن أسأل حضرتك سؤال أي هل فيه كراءة كرآن في البيت ممكن يكون برضو نعمل أنواع الحسد يعني إحنا إن شاء الله برضو هنخصص حلقة إن شاء الله إزاي ندخل بيوتنا الفرحة والسرور والأمن والأمان ممكن يكون برضو من ضمن الأسباب الشقاق ما بين الزوجين والخلافات والمشاكل بسبب مثلا قلة الصلاة بسبب مثلا ما فيش كرآن بكيره البيت لن أقول حضرتك بل حصل بعد كده يعني حاجات تانية زابت كتير يعني كنا بنصلي وبعد كده بقى حاجة وقفتنا خالص عن الصلاة يعني مقطعين مثلا في الصلاة بنقدر نصومهم متقطعة في الصلاة آه رجل بتتقل كده ولقى جسم أيمى دايما خموض وزوخة مش قادر أقف على رجل نهائي أقف على رجل يحس برعشة فيها مش شيلاني كواه توطيره في أعصابي مش قادر أمسك حاجة في إيدي آه بألم في ظهري سقط شعري متواصل يعني باستمرار بحاجة رهيبة أيوة وبعدين الأمر زاد زوجي بقى يحصل له نزيف مش عارف إيه الأزباد دخلت دكاترة ما سيش أزباد أنا كمان نفس الوضع يعني ثلاث مرات في الشهر المؤاخذة يعني الغريد ما ببعرفش أن أنا يعني ما بلاقيش أوقات أن أكون فهرة فيها مش عاق تهتي بقى عن موعدها مش عارفة إيه الأوقات بتاعتها الصحة كويس وبعدين بعد النزيف اللي حصل مع جوزي آه بدأ الأمر أنه هو المؤاخذة ما بيعرفش يعمل حمام بول خالص قليل بقى جداً يفضل طول يوم متعذب ويدرف في جنابه الآلم وظاهره ورجله طبعاً حضرتك طبعاً يعني بتضربي أروع الأمثلة في طبعاً معاملة الزوجة لزوجها ووقفته جنبه ساعة الشدة والأزمة والمرض وأكيد طبعاً حياتك وقفة معاه صح؟ أيوة الحمد لله طبعاً خلي بال حضرتك أنا ببصرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة صبرت على إذاء زوجها وعلى مرضي أو كما قال النبي السلام أعطاها الله من الأجر مثلما أعطى أسية مرأة فرعون حضرتك عارفة أسية مرأة فرعون؟ أي أكيد عارفاها شوفي ربنا عز وجل دالها إيه؟ قالت ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة واخترت الجر أبل الدار الله الله يعني شوفي السيدة أسية اللي هي أكمل نساء العالمين شوفي كيتصبر على إذاء الجزء فرعون إزاي؟ فرعون اللي هو مفيش طاغية عرفته البشرية أكثر من فرعون ومع ذلك ربنا عز وجل بشرها ببيت في الجنة فأنا ببشرك إن أنت صبرت واحتسبت أجرك عند الله ستكوني ماشي مرفق النبي عليه الصلاة والسلام على بالجنة النبي اللي قال كده خلي بالك النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قولي عليه الصلاة والسلام محمد النبي السلام بيقول إيه؟ تأتي امرأة على باب الجنة ماشي؟ تزاحمني وتبادرني على باب الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يسألها من أنت؟ فتقول إيه؟ أنا امرأة قعدت على أيتام اللي أو أنا امرأة صبرت على إذاء زوجها فخلي بالك الناس فاكرة إن هي دي الأرمالة بس أو المطلقة بس لعندها أولاد لا ده كل امرأة عمل الجزء بما يرضي الله وكل امرأة صبرت على مرض زوجها ووقفت معاه في الشدة والمحنة ينطبق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عليها خلي بالك عند حديث سؤال تاني يا محمد أتمنى هو أربع سين ونص الحمد لله يعني مؤمنة بأمر ربنا الحمد لله الحمد لله والصبر طبعا يعني طبعا دلوقتي أكبر نصيحة إن شاء الله طب ماشي إن شاء الله اسمعي إن شاء الله الإجابة نكمل أول سؤال أستاذ أيمن أستاذ أيمن برضو كان بيسأل سؤال مهم أول بخصوص طبعا يعني اللي هو زميله المسيحي اللي هو مثلا ما يرضاش يأكل عنده أولا ربنا عز وجل قالك في القرآن إيه اليوم أحل لكم الطيبات وطعاموا اللي زنقوتوا الكتاب اللي هم إخواننا المسيحيين حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم يعني أنت تأكل وتشرب عنده هو يأكل برضو ويشرب عندك إيه المشكلة وربنا عز وجل أستاذ أيمن قالك إيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرزوكم من دياركم وتقسطوا إليهم تعرف يعني إيه البر البر اللي ربنا عز وجل أمرك به في الأم والأب أمرك به برضو مع غير المسلمين تخيل النبع عليه الصلاة والسلام يقابل وفد من النصارى من الأخوة المسيحيين يقابلهم يخش يعودوا في مسجد النبع عليه الصلاة والسلام يخش يعودوا النبع عليه الصلاة والسلام يضيفهم أحسن ضيافة ويعملهم أحسن معاملة ويحطوا لهم الأكل والشرب بنفسه ويأكلهم في إيه في جمع النبع عليه الصلاة والسلام اخوة المسيحي ليه عايز يعلمنا يعني ايه وطنية عايز يعلمنا يعني ايه معاملة مع غير المسلمين عايز يعلمنا يعني ايه مفيش فتنة ما بين المسلمين والمسيحيين لان احنا كلنا من ابد الابد ومن الزمان من زمان من بعيد واحنا الحمد لله رب يعلمين اخوة متحابينا في الوطن كله ان شاء الله وطبعا ده كان اجابة حضرتك للسؤال فيا أستاذ أيما نقول وشرب عادي ولو حدك مثلا لو أخوك المسيحي جاء المشكلة ما تأكله وتشرب ما فيش أي مشكلة خالص طبعا نرجع طبعا لسؤال أستاذة أو مدام أمو عمر كانت بتتكلم برضو سؤال مهم أو كانت بتقول يعني إنها زعاة والناشطات يا خلي بالك السؤال ده اندل فإنما يدل على إن هي ما شاء الله قارئة للقرآن كل يوم لها ورد معين لو ما كانتش لها ورد ما كانتش شارة الأسئلة دي أكيد بتفتح المصحف وهو ده يا جماعة يعلمنا أن يكون لنا ورد كل يوم من القرآن يا جماعة القرآن كل يوم ورد ورد كده ليك إنت كده يرفعك درجات في الجنة كل آية بدرجة في الجنة بتقولي بقى يعني إنها زعاة والناشطات أولا يا جماعة النازعات والناشطات والأسماء دي كلها من أسماء الملايكة بس كل ملك ربنا عز وجل موكله بأمر معين أو بهمة معينة وما منا إلا له مقام إيه؟ معلوم يعني سيدنا جبريل مثلا ربنا عز وجل خلا إيه؟ ملك الوحي هي ده وظيفته إنه هو ينزل الوحي على الأنبياء كويس؟ طب سيدنا إسرافيل ينفخ في الصور مثلا طب كل نبي أو كل ملك بيكل إيه؟ بيكل مهمة خاصة ربنا عز وجل كلفوا بيها فالنازعات والناشطات إس من أسماء الملايكة وخلي بالك النازعات هي الملايكة التي تنزع أرواح الكافرين بشدة وغلزة نسأل الله السلامة طب والناشطات الناشطات يا جماعة هم الملايكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين بلطف وحنان اللهم اجعلنا منهم يا رب شفتوا؟ شفوا شتان شتان ما بين النازعات والناشطات والسابحات الذين يسبحون ويسبحون لله بالفضاء وإيه تنم المرسلات الذين يرسلون للايه؟ ليرسلون للأنبياء طبعا الرسل والرسالات فدي برضو ده إجابة السؤال التاني السؤال التالت برضو أستاذ المعمر برضو كانت بتقول أعرف إزاي أن ربنا عز وجل أراد عني ده خالبالك سؤال مهم قوي يا جماعة والله طب طب ناخد اتصال ماشي ناخد اتصال وبعد كده نكمل إن شاء الله إجابة السؤال أستاذ المعمر أستاذ وليد مع حضرتك على الهوى تفضل يا فندم علينا الجليل أستاذنا مع حضرتك اتفضل الله يكرمك وأنا يحبك يا رب النور الشاشة الله يديك السحة لنورك يا أستاذنا اتفضل الله يخليه أنا بس أطلب من فضلتك والكده أصلاً استقولك فيه ويعني نصف يعني إيه الجبلة على صدق عليه رسولة عبركين الله يديك السحة لفضل واحد يتألني بقول ليه الرجل اللي هو بيدخن الموتى بيدخل في ظهره القبر مش بدخل في وجههم تاني معلش تاني وهل في دليل على كده واستاذ وليد واستاذ وليد يعني ويهل حكمة من دخوله في ظهره يعني القبر فاني بطراحة عجلت عن السؤال واستاذ وليد معلش أنا آسف أنا مستمع إيه ده كويس ممكن بس إيدي السؤال تاني لو تكرمت ايوة ماشي أنا مستمعه كويس أنا مستمعه كويس ياريت معلش تعيده تنين عشان يمستمع السؤال كويس يعني اللي بتقالي بقولي ليه الرجل اللي بدفن الموتى بيدخل القبر بضعره مش بيدخل بوجهه يعني ميه الحكمة في كده يعني والله دي آه طب ماشي حاضر حاضر أنا فهمت أنا فهمت يا أستاذ ايوه أنا فهمت يا أستاذنا خلاص هجاوب على حوالك إيه اللي بيدفن الموتى يا رجل اللي بنزل الموتى لقبر ويدفن الميت بيرجع بيدخل القبر بضعره ومش بيدخل بوجهه إيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيه الحكمة من دخول القبر بضعره طيب وهل يجوز له أن يدخل القبر بالحذاء يعني أعزاكم الله أيضا نعم 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 خلاص تهمت إن شاء الله يا أستاذنا خلاص إن شاء الله أستاذ والدي يا جماعة بيسأل سؤال المهم أو بيقول هل يجوز إن الإنسان وهو بيدفن الموتى وهو نازل قبر دلوقتي ينفع ينزل بالحذاء آه طبعا ينفع ما فيش مشكلة خالص ما فيش مشكلة وتب هو بظهره بوجهه أولا ما فيش يعني نص يعني صريح يقول كده الوجهة أو الظاهر ما فيش مشكلة الإنسان ممكن ينزل بظهره والقبر ممكن ينزل بوجهه لأن الميت أعزاكم الله فيه إنسان بينزل على السلم على هو وباله وفيه واحد من فوق فأكيد طبعا لازمة واحد فيهم يكون ايه يكون نازل بظهره والتاني بوجهه ما فيش مشكلة خالص يا جماعة الإسلام دين الرحمة ودين الساعة ولا حياءة في العلم يعني الإسلام والدين عليه الدين طبعا دين يوسر يا مناب عليه الصلاة والسلام قال فما فيش مشكلة خالص مادم إيمان معانا على الهوى مادم إلهام مادم إلهام معانا على الهوى تفضلي يا فندم ألو؟ 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 أيما حضرتك تفضلي حديك على هو أتفضلي لو سمحت أنا متزوجة من حوالة التاشر سنة كويس؟ آآ والحمد لله يعني كنت عايشة مع جوزي في جماعة الأحوال على الحلوة والمرة والحمد لله يعني ما أصدتش معه في أي حاجة طب الحمد لله؟ اتجوز علي بعد يعني أنا عادت خمس سنين ما فيش أولاد بعد كده ربنا كرمني كيف؟ بعدها اتجوز علي واحدة اتجوزها بطرقا مش كويسة يعني عارفها على جذبها وكده يعني اصابت جذبها علشانه وبعد كده اتجوزه وبعد يعني وإن هو دلوقتي يعني مصاريفه يجبك على قبل مصاريف على قبل وراح اتجوز تاني آآ وهم فكري آآ يعني الحمد لله بقضيها لو هقضيها معايش حاس آآ وهم هو خورة ومش فرقة معاي بعض الازواج فاكرين انا اروح اتجوز انا حر ربنا المسنا وسلسة ورفعه ما يعرفش كم الايه وفا ان خفتم قال لا تعدلوا فواحدة يعني حديك بتقول ان هو على قد وروح يتجوز تاني ليه؟ ويكلف نفسهم قال ليه يتجوز تاني ومعها بنتها من زوجها الاولاني والوقتي معها بنتين منها تبدأ كوردعيب علي هو وحيط طبعا عندك ولد صح؟ وبعدين يا حضرت الشيخ اتجوز اصلا من الاول كانت غلص لانه عارفها على جوزها بالبطء الا الاكل والشرب وانا انا ممكن اعضار بأي حاجة بس يعني مبيجبليش قلبك يعني حديك مثلا بتسألي بتقولي مثلا دوقتي متضررة مثلا برضو بقيت معاه ان هو متجوز عليها طب حديك كنت عارف ان هو يتجوز عليك؟ حديك حضرتك كنت عارف ان هو يتجوز عليك؟ هو كان يعرفها وانا كنت عارفها بس فدأ لاته بجوزها يعني ما كنتش تعرفي؟ اه طبعا نوع من انواع الضرر يا جماعة طب انا اجاوب على حديك يا استاذ امان سؤال تاني بتفضلي مع حضرتك يعني هو بقولك هو حاليا دلوقتي يعني انا طبعا احتاجات البيت كتير غير الاكل والشرب وانا بقول لحضرتك انا ممكن اعضار بأي حاجة بس امان طب معلش يا استاذ امان معلش ممكن حيك مسلا تاخد الرقم ان شاء الله توصل معايا بعد الهواء ان شاء الله ماشي؟ طبعا يا جماعة اخر سؤال واهم سؤال طبعا عشان نختم بيه الحلقة ان شاء الله ولو فيه اسئلة تانية ان شاء الله هنخلاقي الحلقة الجاية مدام ام وعمر بتقول اعمل ايه عشان ربنا عز وجل يرضى عني اول حاجة يا جماعة لو انت عايز ربنا عز وجل يرضى عنك ويحبك صلي للصلاوات الخمسة في وقتها النبع عليه الصلاة والسلام لما الصحابة سألوه يا رسول الله ما احبوا الاعمال الى الله يعني ايه احب عمل نعمله عشان ربنا عز وجل يرضى عننا فالنبع عليه الصلاة على وقتها يعني اول ما تسمع الازان واول ما تسمع الازان ان شاء الله تصلي على طول ده أول حاجة ماشي طب مدام أمر معلش هنكمل أسئلة حضرتك إن شاء الله في الحلقة الجاية نختم يا جماعة بدعاء جميل جداً يوارد تأمنوا علي إن شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملائق على المدين يا رب العالمين اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر ودوى العالم يا رب من كل مكروه وسوء اللهم من أرادنا وأراد بلاد العالم بأسره بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع برنامج هزا ديننا دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال